اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل أيام بالتحديد يوم 25 تموز بلاد العربية تحتفل بيوم الثقافة العربية وهذا الاحتفال بالثقافة العربية وتأثيرها على البلدان والمجتمعات وبهذا المناسبة يوم 25 تموز قبل أيام لابد من الحديث عن واقع الثقافة العراقية الثقافة العراقية الحقيقة منذ عام 2003 لحد الآن في اسوأ حال لأن الثقافة تعبر عن واقع الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلد لا يمكن للثقافة أن تنمو أن تكون مزدهرة وأن تكون بشكل طبيعي ونتاجها ومخرجاتها طبيعية ومنطقية وتؤدي إلى تطوير المجتمع وتنهض بالمجتمع إن لم تكن الأدوات الحاكمة في المجتمع في الحياة في البلد قادرة على النهوض وذات قيمة إن لم تكن السياسة العامة فيه سياسة محترمة ووطنية إن لم تكن السياسة الاقتصادية سياسة منتجة ومفيدة للناس إن لم يكن الواقع الاجتماعي بالتالي مسمود من هذه ويقدم نماذجها الطيبة نعم قد تظهر في بعض البلدان وهذا لا ننكره يظهر في بعض البلدان كثيرة وبلدان سيئة ووضاع سيئة يظهر بها شخصيات مثقفة تكتب بشكل جيد نتاجاتها راقية نتاجاتها الساعد مجتمعاتها تقف ضد الظلم تقف ضد القهار ضد هذا الانكسار نعم هذا موجود وتخرج من رحم هذه المعاناة تخرج تخرج كفاءات عالية من هذا الموضوع لكن في عموم الثقانة تحدث عن ثقافة عامة تؤدي للنهوض بالبلد تكون عامل من عوامل شد البلد وشد المجتمع والنهوض به وهذه غير متوفرة في العراق لسبب بسيط جدا جدا الهوية الثقافية لكل بلد تكتسب من هوية البلد العراق ملا هوية منذ عشرين سنة لحد الآن يعني من عامل 2003 لحد الآن ما هي هوية العراق ما هو شكل العراق؟ العراق طمست هويته وبتعمد وبإصرار من قبل كل هذه القوى التي في العملية السياسية هذه القوى الضائفية القوى الميليشياوية أردت أن تطمس هوية العراق وفتحت الأبواب لتتغول عليه قوى خارجه وأولها إيران وبالتالي دخلت عليها ثقافات غريبة عجيبة المجتمع لم يألفها لا يمكن أن يقبلها لكن تتعايش وتنمو وتكبر ثقافة القتل، ثقافة اللاموالات، ثقافة الإصراف، ثقافة الخطف، ثقافة الفساد، حتى ثقافة الهجرة هذه كلها جزء من الثقافات عامة تكون الهوية الثقافية للبلد فبالتالي أنت أمام خطاب ثقافي، خطاب طائفي يريد أن يصبغ الثقافة العراقية بهذا اللون المقيت طوال عشرين سنة، كل المنابر، كل المراكز التي تسمونها ثقافية جزافا تدفع بخطابها الثقافي إلى المجتمع وبالتالي الهوية الثقافية متأثرة ما هو شكل الهوية الثقافية؟ هوية بلا لون، بلا طعام، مؤذية، مخربة، مع الأسف الجديد هجرت كثير من المثقفين، فقر، عوز، تهميش المثقفين هذه كلها ضياع الأمل، تفشي المخدرات، عدم وجود خدمات، بطالة، زيادة الفقر، زيادة الأمراض وهذا كلها تنعكس على الثقافة العراقية على ثقافة البلد، والثقافة العراقية أولها أرادوا أن يجعلوا مثلاً من شارع المتنبي على أنه عنوان للثقافة العراقية وخلصنا، لا يمكن لشارع واحد يبيع الكتب أن يمثل ثقافة العراق أبداً يعني مثلما يتحدثون عن الديمقراطية من خلال الانتخابات ما يسمونه الانتخابات ما هي دولة اكتاتورية كثيرة تعمل الانتخابات فالانتخابات ليست إلا عملية بسيطة في منظومة كبيرة، منظومة فكرية، منظومة تربوية، منظومة إخلاقية، منظومة ثقافية اسمها الديمقراطية لكن الانتخابات لا تمثل الديمقراطية، لا تعني الديمقراطية مثل هذا الوضع، هم يعتقدون أنه يعني، سوينا شارع نخلي بي كتب وكذا، والناس الزورة، ما العراقين متعودين يقرؤون من الزمان ونفس الوجوه، نفس الناس المتعودة تزور هذا شارع المتنبي الزورة في كل وقت، من عقود طويلة طور الشارع، طوروا البعض، جزاهم والله كل خير، نظفوا الشارع، ما عرف شينهم، ومو الحكومة طبعاً وقدمحت جهات خاصة، وسووها، وخلاص نعم، لكن هذا لا يمثل الثقافة يعني، هذا يوجد الج öğد الكتب على أرصفة، لا يعني أنه الثقافة العراقية يلا بلenezك الثقافة العراقية فيها الأسوأ حالات those." لأن انت تسأل ما هو النتاج الثقافي؟ يعني فوضى، وين نتاج الثقافية، وين نتاج الثقافي، غلq الثقافيón الثقافي يمثل الهوية العراقية؟ الآن تحدثون عن هوية سومرية، هوية بابلية، أشورية، قضايا كثيرة، هوية طائفية، ثقافة طائفية، ما كذا يتحدثون لكن الآن يتحدث بثقافة عراقية بهوية جامعة، الهوية الجامعة هي التي تنتج الثقافة الجامعة هي التي تنتج الثقافة المجدية الجميلة الرائعة، هذا واقع الحال نظرة دونية للثقافة في العراق، فبالتالي تلاحظ مثلاً، نخذ مثلاً وزارة الثقافة من الذي تبوأ منصب وزارة الثقافة وسيطر على وزارة الثقافة طوال هذه السنوات أحزاب طائفية وآخرها العصائب وسيطرون على وزارة الثقافة قال له هذا مستوى الثقافة العراقية بهذا الشكل، وما هو نتاج هذه الوزارة؟ ما الذي أنتجتها هذه الوزارة؟ يعني أتباهون شاركنا في معرض كتاب معرفين وشاركنا ما الذي يسوينا، وهذه الثقافة هي هذه الثقافة؟ هي هذا اللي يعبر عن ثقافة، يسوي المهرجان معرف منه يكرروا بابل ومدره وين، ويعتقدون أنه هذه جزء من الثقافة من الترويج للثقافة؟ لا أبداً؟ ثقافة تعبر عن هوية البلد، وهوية البلد هي التي تصنع الثقافة، والعراق بلا هوية، مع الأسف الشديد فبالتالي، العراق بلا هوية، فهو بلا هوية ثقافية إدخال ثقافات غريبة على المجتمع، ثقافة الولاءات الخارجية، دخلة، ثقافة الوربة، ثقافة الاختلاف، يركزون على ثقافة الاختلاف بدل من ثقافة الاجتماع والتماسك، ويعتبرون ثقافة الاختلاف شيء جميل ورائع، وهذه غريبة عجيبة، مثلما تحدثوا عن مكونات في المجتمع، وكأن العراق غريبة عن دول الدنيا، بس هو بمكونات، ما هي كل الدول الدنيا بها مكونات أكثر من العراق مئات المرات، وأقرب أي إيران هذه، كم ملة وكم طائفة وكم صيبة، لكن لا يتحدثون، بس العراق بمكونات، فبالتالي دستورة يجب أن يكون مبني على المكونات وليس على المواطنة، هذا واقع الثقافة العراقية، وهذا للأسف الشديد ما يجعل يوم الثقافة العربية الاحتفال بيوم الثقافة العراقية، و25 تموز، يعني مناسبة لإستذكار في أي حال وصلت إليه الثقافة العراقية، مع الأسف الشديد بعد الاحتلال، طمسة الهوية وطمسة الثقافة العراقية، طمسة هوية العراق، وطمسة هوية الثقافة العراقية، هذا واقع الحال، وهذه هي النتيجة النهاية، شكركم أعزائي المشاهدين، ألتقيكم في حلقة أخرى، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم. اشتركوا في القناة